وقعدت مع نفسي كرب أسرة أو كمسؤول وبتيت أراجح حساباتي الخطوة البعض ديها إن أنا أجيب الست ست البيت وأتكلم معها ولا إن أنا أبتدي أطبق وأنفس وأغير ثم بعد كده أنا هتواقع التغيير بصي أقولك على حاجة هو إحنا تقفل علينا باب وبداية أنا براجع نفسي في أخطائي ثم بنظر نظرة جديدة للي حوالي حالو تقفل عليك باب مع أولادك مع أمراتك مع والدك والدتك أيا كان الأفراد اللي تقفل عليك باب الناس دول هياخدوا الـ 24 ساعة بتوعك الـ 24 ساعة بتوعك اللي أنت ما كنتش فضلهم النهاردة بقيت فضلهم تعمل إيه بقى كل الناس اللي عندك طبعا أنا هتكلم أولا في التربية أولا ثم بعد كده العلاقة دي لأن العلاقة دي محتاجة يعني لكشة يعني في التربية أنت محتاج من أول وجديد تفرق ما بين اعتنائك بأطفالك وتربيتك لأطفالك وأن التربية أولها زرع القيم والمفاهيم في دماغ العيل دي عشان لما يكبروا مش واحد يقولهم ما تعملوش لا هم من نفسهم أنا مش عايز أعمل الغلط هم نفسهم اللي يعرفوا ويقيموا أنت مش بتربي واحد تقوله ما تعملش عشان لو عملتها عاملك لا أنت بتعرفوا الصحة والغلط عشان من نفسه يكرهوا لما يكبر يقول لأ أنا رفضه فيجي له حد يقوله اعمل الغلط يقول لا انا مش قبله يقوله ليه هو انت حد يشوفك يقوله مش عشان حد يشوفه عشان انا عشاني انا مش عايز اعمل الغلط دي التربية اللي هي مفتقدنها جدا فانت تدي وقتك اللي انت فاضي فيه بقى لعيالك عشان تشوف هما تفكيرهم فيه ايه عشان تشوف عقلهم فيه عشان تكتشفهم فانت فاضي دلوقتي ثم انا نفسي اتمنى ان الصحة دي تبقى بين الناس الملجوزين لانها هتفرق كتير جدا جدا في انهما يكتشفوا بعض مش يكتشفوا بعض وبس لا ويخلوا العلاقة دي علاقة محترمة بجد